بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بسورة الزلزلة هذه السورة فيها التذكير بما يكون يوم القيامة لأن من علامات يوم القيامة أن الأرض تزلزل وَتُخْرِجَ الْأَرْضِ مَا فِيهَا مِنَ الْأَوْوَاتِ وَتَشْهَدَ الْأَرْضِ عَلَيْكَ أنتَ مَاذا صَنَعْتِ عَلَيْهَا مِنْ خَيْرِ او مِنْ غَيْرِهَا ثم أن الإنسان يتعجب من هذه الأرض تغيير الحال الذي كانت عليه من قبل تزلزل وَتُخْرِجْ مَا فِيهَا مِنْ أَمْوَاتِ وَتَشْهَدْ عَلَيْهِمْ الْإِنسان يتعجب من هذه الأرض فلابد أن تستعد الآن في هذه الأيام لهذا الموقف العظيم من أذن لهذه الأرض أن تتحدث وتشهد أذن لها الله سبحانه وتعالى فالناس في هذا اليوم يكونون جماعات على ما كانوا عليه في الدنيا فمن كان في هذه الدنيا يجتمع على الطاعة يكون يوم القيامة يجتمع مع هؤلاء على طاعة الله سبحانه وتعالى وليهذا لابد أن تبحث عن من تصاحب عن من تصادق وليهذا قالوا عن المرء إلى تسل وتسل عن خليلي عن رفيقي عن صديقي فالمرء مع خليلي كما أنت الآن هنا تصاحب أهل الصلاح يوم القيامة تكون معهم بإذن الله تعالى كما تدين تدان كما أنت دنيا در عمل الأخير دار جزاء وحسال الدنيا çalışما يرى أمل يرى ولكن هذه الأعمال وإنكانت قليلا العمل اليسير إذا كان في الخير تحاسب عليه بخير والعمل اليسير إذا كان في غير الخير في الشر تحاسب عليه يوم القيامة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان شيء يسير لا تحتقر هذا لأن لعله يكون يسير هنا لكن يوم القيامة له حسنة كبيرة جدا نبي ميز محمد صلى الله عليه وسلم yaptığın iyiliği yaptığın معرفة sakın hakir görme küçük görme demiş çünkü bu yaptığın küçücük şey kıyamet günü senin karşına çıkacaktır وقد تكون المعصية تراها قليلا يسيرا لكنها عظيمة وقد تجرك إلى معاصر كبيرة وقد تكون المعصية تراها قليلا يوم القيامة فلابد أن نستعيد في هذه الدنيا والله أعلم بسرعنا هذا الوصول على هذه الدنيا والسلام وقد تكون المعصية تحييرا الله ينسي شكرا